صباحكم مشاهدينا أعلن الاتحاد السعودي القائمة التي اختارها الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في المرحلة الثالثة من معسكر الاعداد لكأس آسيا والتي ستقام في الإمارات يناير المقبل وأسرت قائمة بيتزي عن اختيار 25 لاعبا من 9 أندية مختلفة حيث سيشاركون في المعسكر الممتد من الثاني عشر وحتى العشرين من هذا الشعر وسيخوض الأخضر خلال هذه المرحلة مبارتين وديتين الأولى أمام منتخب اليمن في السادس عشر من نوفمبر الجاري في الدمام والثاني أمام منتخب الأردن في العشرين من دهت الشهر في العاصمة عمان ترجمة نانسي قنقر